بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات المصرفي و كل عام و حضراتكم بخير النهاردة هنتكلم على نتيجة الطرح الاول في شهر ابريل عشرين اربعة و عشرين لأدون الخزانة بالمدد المختلف في عائدها و نعرف العائد عليها وصل لحد فين و زي ما تعودنا النهاردة اول حلقة من الشهر فهيتم شرح أدون الخزانة بالكامل و دايما كنت بأعمل لحضراتكم مثال مئة الف على المدد المختلفة ايه المبلغ اللي هيتم خصمه من الحساب حضرتك و ايه المبلغ اللي هيفضل كعائد في الحساب بداية من حلقة النهاردة هتضيف لحضراتكم كمان المبلغ المسترد في نهاية المدة بس لو حالك اتفرجت على القناة قبل كده ولسه ما اشتركتش استعدينك اشترك في القناة و اتفعل الجرس اشان تجي لك اشعارات الحلقات الجديدة لو دي اول مرة اتفرج على الحلقة الاول ايه دا عجبتك اشترك في القناة و افعل الجرس و دوس لايك و اعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد ايه دا ما عجبتكش دوس لايك و اقول ليه سبب في التعليقات هميني جدا ان انا عرف رأي حضرتك مبدأين كده قدون الخزانة هي اداءة من ادوات الدين الحكومي اللي بيتم اصدارها في مدد مختلفة بداية من ثلاث شهور لحد سنة اللي هي المدد بتاعتها بتبقى 182 يوم و 364 يوم اللي هو الست شهور والسنة دي بيتم طرحها يوم الخميس من كل اسبوع ويوم الحد بيتم طرح الواحد وتسعين يوم والمتين تلاتة وسبعين يوم اللي هي التلات شهور والتسعة شهور حضرتك بتروح تقدم الطلب بتاعك في اي يوم من الاتنين دول على حسب المدد اللي انت عايز تستثمرها قبل الساعة عشر الصبح او 11 الصبح بالكتير علشان تقدر ان انت تتعدم العطاء او الطلب بتاع حضرتك في بعض البنوك بتقبل ان حضرتك تروح تقدم الطلب بتاعك في خلال الاسبوع عادي مفيش مشكلة بس تأكد ان الطلب بتاعك يكون مكتوب عليه السوق اولي مش السوق ثانوي وهنفهم مع بعض ده الحد الادنى لقدون الخزانة بيبقى 25000 جنيه ومضاعفاتها يعني 25, 50, 75, 100 وهكذا العايد عليها بيتم صرفه مقدما بالخصم يعني دلوقتي احنا في الامثالة بتاعتنا هتبقى اوضح او بمعنى ادق هتبقى دقيقة في حساباتها هنقول ان انت لو حطيت 100000 جنيه علشان تستثمرهم في قدون الخزانة هيتخصم من حساب حضرتك 75000 جنيه ويفضلك 25000 جنيه عائد في الحساب عشان تتأكد ان النسبة اللي جات لك مصبوطة اقسم 25000 دي على ال 75000 اللي اتخصمت فعليا تعرف ان النسبة اللي جات حضرتك مصبوطة اولى مش على 100000 القيمة الاجمالي قيمة ادن الخزانة او القيمة الاسمية بتاعت ادن الخزانة الخمسة وعشرين الف العائد اللي حضرتك تنزل لك في الحساب ده بيبع عليهم ضريبة 20% بيتم خصمها من المبلغ في نهاية المدة يعني احضرتك الخمسة وعشرين الف دي عليها حوالي 5000 جنيه ضريبة يبقى انت في اخر المدة هتستلم 95000 جنيه مش هتستلم 100000 جنيه ده تبسيط للمتال بتاع قدون الخزانة والارقام بدقة هتبقى موجودة في الامتالة عن كل مدة نظام العطاءات في قدون الخزانة بيمشي ازاي حضرتك لما بتيجي تقدم الطلب بتاعك بتكتب المبلغ اللي انت عايز تستفعله والمدة ومعدل العائد اللي انت عايز تحصل عليه بيبتدي البنك المركزي ياخد من اقل عطاء تم تقديمه ويبتدي يرتفع تدريجيا لحد ما يوصل للحد الاخصى اللي يقدر يوصل له دي عائد للمستثمرين او ان هو يكون كده خلاص وصل للمبلغ المستهدف ولو حضركم تلاحظوا في الفترة الاخيرة كان فيه تراجع في عائد قدون الخزانة في الطرحات اللي كانت بتتمي يعني بعد اجتماع المدرب المركزي يوم ستة مارس الاجتماع الستثنائي اول طرح كان وصل العائد لمدة سنة كانت تين وتلاتين في المية الطرح اللي بعده قلل تلاتين تمانية وعشرين وهكده لحد ما وصلنا للعائد اللي هيتم الاعلان عنه في حلقة النهاردة ده ناتج من حاجتين الحاجة الاولى ان انا في رأيي الشخصي ده كده بيتم تحجيم او تقليل نسبة الهوت كاش او الاموال الساخنة اللي بتدخل في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي علشان ما حصلناش ضغط كبير منها في حالة خروج في اي وقت الحاجة التانية ده مؤشر نوعا ما ان معدلات التدخم في طريقها للتراجع كان في استطلاع رأيي من وكالة رايترز ان هيتم ارتفاع معدلات التدخم في شهر مارس بنسبة ستة وتلاتين ونص في المية او ستة وتلاتين وسبعة من عشرة تقريبا بعد ما كانت مسجلة في شهر فبراير خمسة وتلاتين وسبعة من عشرة في المية ده كان استطلاع الرأيي من وكالة رايترز وانا شخصيا كنت بتكلم مع حضراتكم ان المتوقع في نسبة التدخم شهر مارس وشهر ابريل ان هما يسجلوا ارتفاع عن الشهور السابقة بعد كان نبدأ رحلة انخفاض ان شاء الله النهاردة صدرت مؤشر سعر المستهلكين او معدل التضخم بالنسبة لشهر مارس واللي حصل فيه تراجع عن شهر فبراير ده نتيجة طبعا اللي نحن كنا بنتكلم حضر لكم قبل كده لما كنت بسألوني على ايه المتوقع لمعادلات التضخم بالصفة عامة بعد تحريك سعر الصرف كنت اتكلمت ان فيه سلع اسعارها ترتفع دي اللي هي السلع اللي بتبقى مدعومة او بمعنى اصلاح بيتم التدبير لها على 31 جنيه لما يحصل تحريك سعر الصرف ويرتفع دي اللي هتتأثر بشكل كبير اما السلع اللي كان بيتم تسعيرها على سعر الـ 50 والـ 60 والـ 70 والاسعار اللي حضر لكم عرفينها هي دي اللي اسعارها هتنخفق فيه نوع من انواع التوازن نوعا بس بسرعة ما كنتش متوقع ان هيتوصل ان هو ينخفض كمان عن شهر فبراير بس هو شهر فبراير بالصفة عامة هو لكان خارج التوقعات يعني كان كل ناس تتوقع ان هو يحصل فيه انخفاض للشهر الرابعة التوالي فجأة لقين ان هو ارتفع بشكل كبير ده كان المفاجأة في شهر فبراير اكتر من المفاجأة بالخفاض شهر مارس لو كان شهر فبراير صدر متوافق مع التوقعات كان هيبقى فيه ارتفاع كده بالنسبة لشهر مارس ولسه التأثير بتاع رفع اسعار المحروقات ما يسمعش قوي في شهر مارس يسمع في شهر ابريل لسبب بسيط جدا ان هو تم رفع في يوم 22 مارس في اخر شهر الفترة الزمنية قليلة جدا ان هو يبدأ يسمع فيها او ينعكس بمعنى ادق الانعكاس هيبقى اكتر في معدلات تضخم شهر ابريل ان شاء الله نرجع للنقطة بتاعيتنا الاساسية فحضرتك لما تيجي تكتب العطاء بتاعك او تقدم الطلب بتاع عدون الخزانة اكتب جملة متوسط سعر العائد او متوسط سعر الجلسة لسببين علشان تضمن ان العطاء بتاع حضرتك يتم القبوله وفي نفس الوقت ان انت تحصل على عائد جاي حضرتك لما بتروح اول مرة عشان تعمل عدون الخزانة بيتم استخراج كود موحد لحضرتك وبتوقع على عقد حفظ اوراق مالية ده علشان عملية اعادة البيع او بما يسمى الاسترداد لما حضرتك تيجي تعمل عادة بيع لمرة اخرى لدون الخزانة او ان انت مش قدر تكمل المدة بتاعتك بتعمل لها اعادة بيع ده بيتم من خلال البورسة المصرية عشان كده بيتم استخراج الكود الموحد وعقد حفظ الاوراق المالية ومصاريف العائد ده بتختلف من بنك الاخر حسب مصاريف كل بنك ارجع للبنك بتاعك عشان تعرف المصاريف المقررة قد ايه ده ببساطة ايه هو السوق الاولي نيجي بعد كده السوق الثانوي اللي تكلمنا في نبدأ عنه ان هو ده اللي بيتم فيه اعادة البيع او الاسترداد لدون الخزانة في نفس الوقت فيه ناس بتروح تقدم على طلبات الاشتراق خلال الاسبوع ممكن البنك يبيع لها من خلال السوق الثانوي وده العائد بيبقى اقل من السوق الاولي وفيه مدد مختلفة يعني هتلاقي فيه مدد شهر شهرين خمس شهور اللي هي مش المدد اللي بيتطلبها موجودة في السوق الاولي بتبقى مدد المتبقية من هدون الخزانة تم اعادة بها عشان كده حضرتك تأكد من ان الطلب بتاعك سوق اولي او سوق ثانوي على حسب رغبة حضرتك في الشراء هنبدأ نتكلم على نتيجة الطرح الاول من شهر ابريل عشرين اربعة وعشرين وزي ما تعودنا مع بعض انا بسيب لحضرتك في السندوق الوصف الحلقة فيها طريقة الحساب بالكامل وفي نفس الوقت بسيب لكم شيط اكسل مجرد ان حركة دخل المبلغ والمدة ومعدل العائد هيحسب لحضرتك كل حاجة المبلغ المخصوم للحساب والعائد اللي هينزل لحضرتك والضريبة والمبلغ المسترد اخر المدد وهنبدأ باول مدة اللي هي مدة الواحد وتسعين يوم او التلات شهور الحد الادنى للعائد كان اربعة وعشرين فاصل زيرو زيرو واحد في المية الحد الاقصى كان ستة وعشرين فاصل زيرو زيرو اتنين في المية ومتوسط سهر العائد خمسة وعشرين فاصل ستمية خمسة وسبعين في المية الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة يبقى في حدود عشرين فاصل اربعة وخمسين في المية والصافي التقريبي ده ما بيقاش معلن في الجدول الخاص بالبنك المركزي ده اجتهاد علشان تبقى حضرتك عارف تقريبا متوسط العائد الصافي هيجي لك قد ايه? على المثال الميت الف كده المبلغ اللي هيتم وخصمه من حساب حضرتك في حدود تلاتة وتسعين الف تسعمية اربعة وتمانين والعائد اللي هيفضل موجود في الحساب في حدود ستلاف وستاشر. اما المبلغ اللي هيتم حصول عليه اول مسترد في نهاية المنتقى بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود تمانية وتسعين الف سبعمية ستة وتسعين. اما مدت انين وتمانين يوم فالحد الادنى للعائد كان تلتة وعشرين فاصل زيرو زيرو واحد في المية والحد الاقصى سا etap contacts helixen فاصل زيروزير واحد في المية بمتوسط ساعة العائد خمسة وعشرين فاصل خمسمية سبعة وتمانين. في الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدودagem 2046 منية. على المثال الميت الف كده ليتم مخصمه من حساب حضرتك في حدود تماني وتمانين الف سبتمية خمسة وتمانين والعائد اللي هيفضل في الحساب في حدود 11315 والمبلغ المسترد في الهاية المدة في حدود 9737 اما مدة 273 يوم او التسعة شهور فالحد الادنى للعاية كان 24.5% والحد الاخصى كان 26.001% ومطوصل سهل العاية 25.701% الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 20.56% على مثل الميت 1000 كده هيتم خصمه من حساب حضرتك في حدود 8876 والعاية اللي هنزل في حساب حضرتك في حدود 16124 والمبلغ المسترد في نهاية المدة في حدود 96775 اخر المدة 364 يوم او السنة الحد الادنى للعاية كان 22% والحد الاخصى كان 26% ومطوصل سهل العاية 25.745% الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود 20.59% على المثال الميت 1000 كده هيتم خصمه من حساب حضرتك في حدود 79.570 والعاية اللي هيفضل في الحساب في حدود 20.430 والمبلغ المسترد في نهاية المدة هيبقى في حدود 95.914 ده ببساطة ايه هي قدون الخزانة بتفصلها الكاملة ونتيجة الطرح الاول في شهر ابريل عشرين اربعة وعشرين منتظر في تعليقات حضرتكم ايه استفسارات خاصة بقدون الخزانة وايه هي المدة المناسبة لحضرتك اللي هتستفهم فيها في الفترة القادمة دي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يا رب اكوني اقدر تفيدكم الموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وانتفعلوا جرس اشتريكم انشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك دوس لايك واعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد وانت ما عجبتكش دوس ديس لايك واقل لي السبب في التعليقات من ان انا اعرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد رجل